ايه تاني بتقدموه علشان يحصل تمكين اقتصادي ويحصل تغيير في نمط الثقافة العامة انتاجيا للأسر دي فنخرجها من مرحلة العوز والفقر إلى مرحلة الحياة الجيدة الكريمة والحقيقة احنا يمكن من احدث المبادرات اللي احنا مهتمين وفخورين ان احنا اطلقناها وما ممرش عليها اكتر من شعر هي مبادرة ازرع وديه مبادرة احنا بنستهدف فيها صغار الفلاحين ويعني بصراحة المبادرة دي اخدت مننا وقت في الدراسة لانه احنا بنتكلم انه مصر لو نص سكان الصعيد هم بيشتغلوا في الزراع والفلاحة بنتكلم ان تلت القوى العاملة في مصر بتشتغل في الزراع وبالتالي دول قطاع كبير جدا جدا من المواطنين هم مستهدفين مننا بالاساس بمساعدات اجتماعية مختلفة فانا ليه يعني ما ابتديش الطريق من اول وانا ابتدي ان انا ساعده في مصدر رزقه وشغله وفي الحياة اليومية بتاعته ثم اشوف بعدك اي نوع تاني من الدعم الاجتماعي هم ممكن يحتاجوا الحقيقة احنا اطلقنا مبادرة ازرع دي بتعاون مع زورة الزراعة واحنا عندنا في التحالف مجموعة من الاعضاء هم مهتمين جدا من مسألة الزراعة يمكن زي الهيئة قبتال انجلية وهي يعني هيئة عريقة بتشتغل من سنة 50 في ملف الزراعة وعملة يمكن وحدات تنموية وروابط فلاحين موجودة وراسخة في المحافظات وبالذات في الصعيد فالحقيقة بعد الدراسة وبحث احنا لقينا انه في حالة اعظوف من بعض الفلاحين انه هم يزرعوا لانه هو بقى عنده صعوبة في الحصول على التقاوي التقاوي بقى سعرها غالي بالنسبة له بيطر في بعض الاحيان انه هو يدور عليها في السوداء بعد ما بيزرع وبعد ما بيعمل مسألة الزراع الإرشاد الزراعي بالنسبة له بيبقى سعاد في مشكلة الحصول على الأسمدة والمخصبات بيقى في مشكلة نوصل لمرحلة الحصاد حتى الحصاد هو بيبقى النهاردة حصد الأرض مع المحصول مش عارف يبيعه فين هيبيعه للقطاع الخاص هيبيعه للدولة هيبيعه في السوق السوق ده فكرة تزبزه بالأسعار بتخليه هو واخد قرار الزراع في الأول هو مش دومن بعد خمس شهور عند الحصاد أو بعد ست شهور المحصول ده لما هيتبايع هيجيب همه يعني يبقى أنا الفلوس رصرفته عليه وقعدت جنب المحصول خمس ست شهور الموضوع مستهل ولا لا فبدأت ناس بنشوف بتبيع أراضي الزراعية وفي أراضي بيبنوا عليها فالموضوع بقى ليه أبعاد تانية اجتماعية واقتصادية خطيرة جدا فالحقيقة احنا بدأنا وقلنا يعني أكتر محصول السنة دي كان فيه مشكلة ومحصول الأمح وإحنا شفنا اللي حصل بسبب طبعا الحرب في أوروبا الشرقية وقدي احنا كنا بنتكلم عن فكرة الأمح والمخزون الاستراتيجي بتاعنا ده بشكل يعني شبه يومي عملنا يعني دراسة ورصد احتياجات ونزلنا على الأرض وجمعنا قاعدة بيانات لمئة ألف فلاح مئة ألف فلاح دور متواجدين في ثمان محافظات خمسة منهم في وجه قبلي وثلاثة في وجه بحري ولقينا الناس دي كلها عندها رغبة في زراعة محصول الأمح ولكن لو ما ساعدناهمش مش هيزراعهم طيب ايه نوع المساعدة الحركة عايزها؟ أنا مش عارف أجيب التقاوي مش عارف أحصل على التقاوي أو التقاوي موجودة ومتوفرة ولكن أنا معيش تكلفة التقاوي فالحقيقة احنا بدأنا عملنا قاعدة بيانات ودي ممكن قاعدة بيانات احنا فخورين جدا بها النهاية فيها تفاصيل التفاصيل يعني الفلاح ومحل سكن وحياست الزراعية دي قد ايه والحقيقة ركزنا ان المئة ألف فلاح دول اتأكدنا انه دول من صغار الفلاحين اللي هما حيازاتهم الزراعية بتبتدي من إيراتين ولا تتجاوز فدان ونص وبدأنا ان احنا يعني عملنا لهم نوع من أنواع التجمع ان هما ازاي يحصلوا على البزور والتقاوي دي ويبتدوا موسم زراعة الأمح وأعلننا عن ده ثم نصقنا معاهم يمكن بداية من شهر نوفمبر ان يبقى فيه مدارس حقلية اسبوعية احنا بنروح معنا خبراء من الإرشاد الزراعي مهنسين زراعيين بتعاون مع الوزارة وبتعاون مع جهات أخرى عشان بتدي أقوله عن ممارسات الزراعية الصحيحة لأنه الناس كانت بتعاني بسبب التغيرات المناخية انه هو مش عارف مثلا يرمي السماد امتى او البزور بتاعته امتى فيه احنا في الصيف بس فجأة بيحصل أمطار بس فجأة بيحصل رياح فيمكن أكتر فئة متضررة من فكرة الأضرار التغيرات المناخية هما الفلاحين والمزارعين وما كانش عنده قليل هو يتوقع فإحنا بصراحة استخدام بقى بعض الأليات يعني أنا استغربت جدا أن هم حتى عندهم استجابة جميلة جدا لأي حاجة جديدة هتفيد المجال بتاعهم يعني لما قلنا لهم أن احنا ممكن يبقى عندنا أبليكيشن احنا بنتوره يبقى على تليفون حضرتك هو هيتوقع لحضرتك بكرة فيه ايه لو فيه أمطار حضرتك ما ترويش عشان ما يحصلش أن يبقى المحصول مهدد انه هو يغرق لو فيه رياح بلاش نعمل كذا الحقيقة يعني بدأنا نتوسع في الموضوع ده ورصدنا حالة من الاستجابة رائعة ولما نتكلم أن احنا بنزرع دلوقتي بجهود التحالف 150 ألف فدان من الأمح برافو وبنحلم من 20-23 احنا يبقى عندنا موسم مليون فدان من الأمح حشان نحقق اكتفاء ذاتي يعني مصر بتستورد كل سنة حواري 5 مليون طن احنا السنة دي بإذن الله شهر 3 هنحصل منهم نص مليون 10 في المئة من حجم استيرادنا ودي جهود مجتمع مدني فالحقيقة هو يعني من الوضعات اللي احنا سعداء بينا بيها ان احنا نكون لنا مساهمة في ملف زي ده يعني فكرة اننا نطلع بالمجتمع المدني من انه هو اللي بيوزع الكارتونة وبيوزع لا يعني احنا لنا دور في خطة الدولة شايلين هموم الدولة الملفات الاستراتيجية هي على يعني رأس أولوياتنا وأجندتنا